في العراء بلا مأوى يفترش أبو بشار الأرض بعد نزوحه من تجمع وادي السيق البدوي على وقع اتداءات وهجمات المستوطنين المتكررة بحماية الجيش الإسرائيلي وتحت أزيز الرصاص والاعتداء بالضرب وبالهروات انتقل أبو بشار وعائلته من وادي السيق شرق رامالة ليستقر بهم الحال في قرية رمون على بعد عشرة كيلو مترات عن واديهم المهجور تاركا خلفه ذكريات وأحلاما وأمال ضربوا الأولاد وضربوا النساء وضربوا الرجال وكلبشوا الشباب وطردونا من وادي السيق بدون ما نأخذ معنا أي شيء يعني هم أعطونا ساعة اللملة ما وشينا وأولادنا ونطلع من وادي السيق ما شيء طبعا ممنوعنا نأخذ معنا لا بيت لا سيارة ولا أي شيء حال أبو بشار لم يكن أفضل من حال عشرات الأسر التي نزحت وتنتظر الانتهاء من إقامة خيام تأويهم بعد رحيلهم عنوة من مسقط رأسهم الذي عاشوا فيه لأكثر من خمسة عقود وقد غادروه بحثا عن الأمان في موقع اتخذوا منه محطة مؤقتة دون أن يغفل أبو نايف تذكير حفيده بأن العودة إلى حيث كان أمر حتمي ومنذ السابع من أكتوبر تكثفت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بشكل عام وعلى التجمعات البدوية بشكل خاص حيث رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أعمال عنف مارسها المستوطنون بشكل شبه يومي طالت مختلف أنحاء الضفة الغربية هناك ارتفاع في عمليات التهجير القصري نتحدث عن ما يقارب عشرين تجمع تم إجلاءها وترحيلها بكوة السلاح من قبل هؤلاء المتطرفين إما أن ترحلوا وإما بعد ساعة أو ساعتين سنأتي ونقوم بتصفياتكم بالكامل ويعد عام 2023 الأكثر عنفا منذ عام 2006 في ظل تبادل الأدوار بين المستوطنين وجنود الجيش الإسرائيلي وتصاعد الانتهاكات وتسارعها حيث هجر أكثر من 1200 فلسطيني من التجمعات البدوية لا سيما بعد السابع من أكتوبر المنصر يقول الفلسطينيون هنا إن الهجمة العسكرية والاستيطانية تضاعفت عليهم في ظل الحرب على غزة لتتسارع عمليات التهجير والاستيلاء على الأرض في إطار بناء دولة المستوطنين ومنع دولة الفلسطينيين فالح نصير فالح الحدث رام الله اشتركوا في القناة